ان شاء الله تعالى رح نكمل بموضوع تصميم تصميم الموقع باستخدام برنامج الفوتوشوب وطبعا اكيد برنامج مايكروسوفت اكسبرشن ويب في المرة السابق او في الفيديو السابق اللي كان عنوانه تصميم الموقع واحد استخدمنا طريقتين لعمل ال Link Banner الطريقة الاولى والطريقة الثانى حكيا رح نحكي عن طريقة ثالثة استخدام برامج اخرى اعتقد اليوم ان شاء الله رح نستخدم برنامج الفوتوشوب ونشوف كيف بدنا نربطه مع برنامج المايكروسوفت اكسبرشن ويب ونصمم من خلال هذول البرنامج ننتقل لبرنامج الفوتوشوب انا بستخدم اصدار سي اس فايف في سي اس تري يعني اي برنامج اصلا اي برنامج تصميم يفي بالغرض الآن فايل نيو اختار طبعا النام عادي يعني ما في مشكلة باقي الاعدادات كمان ما في مشكلة هم اشي بهمنا اليوم يعني الويت والهايت ممكن اغيره 800 موجود عند الويت وكذلك الهويت ممكن نغيرهم طبعا راح يطلع مع شكل مربع الان صفحة مربع اوكي في الفيديو السابق كنا بنعمل لينك لصفحتين صفحة الانفو وصفحة الكنتاكت الان راح اضيف عليها كمان صفحة الهوم ونشوف كيف راح يطلع معنا راح اضيف تكست هوم اوكي اها كمان راح اضيف انفو كمان راح اضيف كونتاكت اوكي الان التصميم طبعا برجع للشخص نفسه هو وموهبته في التصميم وهي الامور او تعليمه مو شرط يعني من الموهبة بالتعليم كمان والتدريب والممارسة كمان الموهبة هي بتكون اساس والباقي بكون تكملة يعني ما فيها مشكلة هاي الامور بس نكمل الهوم ممكن اضيف بعض التأثيرات البسيطة بس عشان الوقت يعني اوكي اوكي هاضيف كمان طبقة او لير لير اوكي شان بس انه يظهر انه مش انه يكون تصميم من الفوتوشوب جاي بهنه اوكي يعني ممكن اوكي نحفظها الان طبعا الفورمات راح يكون JPEG او PNG PNG افضل كجودة اوكي نسمي انترفيس مثلا PNG حكينا save اوكي اوكي ومن ثم اروح على Microsoft Expression Web Program اروح على insert picture from file ونعمل او استيراد للصفحه اللي احنا صمناها الان او لصوره اوكي اوكي بطلب مني alternate text ممكن اضط انترفيس اوكي اهي الصوره ممكن ازغرها اكبرها حسب الان المهم في الموضوع كله انه كيف بدي الان الان هو غير تفاعلي هاي الصوره غير تفاعليه معي يعني بروح على home ما رح تودين الى صفحت الهون صفحت الهون عفون الانفو كذلك نفس الاشي والكونتاكت حتى اخليها تفاعليه اكثر في عندي tool tool bar اوكي اوكي هذا الصندوق ما بعرف اش اوكي اسمه pictures عكل حال tool box اسمه pictures اوكي طبعا من خلال بضيف صوره مثلا بتحكم في brightness contrast هاي الامور كلها لكن اللي بهمني في الموضوع هون انه كيف بنا نعمل hot spot على الكلمة اللي انا بدي اياها بحي تربطني مع الصفحة المرتبطة فيها الان بس نشوف عملي رح تبين الصوره اكثر رح اختار circular hot spot اوكي على الانفو خلال تربطني مع الانفو شوي بقربها هون وكذلك الكنتاكت اوكي الان بطلع الى صندوق حوار بحكي لي انه insert hyperlink رح اربطها مع contact.html وكذلك الهم طبعا هاي الدوار ما رح تكون مبينة لما نستعرض الصفحة وكذلك الهم مع صفحة الهم اوكي الان نروح لفايل نعمل preview in browser نفترض انه chrome نحفظ هاي الاعدادات ومن ثم interface.png نحطه في images folder اوكي اوكي شوف شو رح يطلع معنا اوكي الان نجرب نضغط على هون نفس الصفحة نفس الصفحة لان انا اصلا رابط هون مع هون info انتقلنا الى info.html وضحة الصورة اها contact نغطع ال contact بدانا لصفحة ال contact طبعا ال contact و ال info لانها صفحات ثاني فارغة عشان هيك ما ما رح يبين الاثر لكن ببين خلال هذا ال address كنت تابتت html نرجع لصفحة الرئيسية اعتقد انه الفكرة وضحت لليوم فكرة حلوة وسهلة وبإمكاننا نطبقها مجرد انتهاء هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا